دائما يقال الموضوع فيه إنه فما قصة هذه الإنه؟ كان في مدينة حلب أمير زكي فطن شجاع اسمه علي بن منقذ وكان تابعا للملك محمود بن مرداس حدث خلاف بين الملك والأمير وفطن الأمير إلى أن الملك سيقتله فهرب من حلب إلى بلدة دمشق طلب الملك من كاتبه أن يكتب رسالة إلى الأمير علي بن منقذ يطمئنه فيها ويستدعيه للرجوع إلى حلب وكان الملوك يجعلون وظيفة الكاتب لرجل زكي حتى يحسن صياغة الرسائل التي ترسل للملوك بل وكان أحيانا يصير الكاتب ملكا إذا مات الملك شعر الكاتب أن الملك ينوي الغدر بالأمير فكتب له رسالة عادية جدا ولكنه كتب فيه نهايتها إن شاء الله تعالى بتجديد النون لما قرأ الأمير الرسالة وقف متعجبا عند ذلك الخطأ في نهايتها فهو يعرف حذاقة الكاتب ومهارته لكنه أدرك فورا أن الكاتب يحذره من شيء ما حينما شددت الكنون ولم يلبث أنفطن إلى قوله تعالى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك ثم بعث الأمير رده برسالة عادية يشكر للملك أفضاله ويطمئنه على ثقته الشديدة به وختمها بعبارة إن الخادم المقر بالإنعام فلما قرأها الكاتب فاطن إلى أن الأمير يبلغه إنه قد تنبه إلى تحذيره المبطن وأنه يرد عليه بقوله تعالى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها واطمئن إلى أن الأمير بن منقص لن يعود إلى حلب في ظل وجود ذلك الملك الغادر ومنذ هذه الحادثة صار الجيل بعد الجيل يقولون للموضوع إذا كان فيه شك أو غموض الموضوع فيه إن شكرا للمشاهدة